السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة بقى هنعمل مشروب مغزي جدا ومفيد وفويده فعلا بجد لا تعد ولا تحصى هنعمل عصير الافوجادو او سموزي الافوجادو الوقتي بقى هكلمكم عن نوع الافوجادو الافوجادو هو 3 الواع احسن نوع فيهم الاسباني كمان الافوجادو علشان تقدر ان انت تختاريه يكون كويس يكون ملمسه من برا ناعم ما يكونش خشن دي اول حاجة تاني نقطة فيه يكونش ناشف قوي يلا نبدأ على طول انا هحتاج كبايتين ونص لبن وهحتاج 3 سمرات من الافوجادو وعندي بقى سوداني مجروش انا السوداني اللي انا جرشو ده انا عامل الاول تحميسة ليه يعني هو كان سوداني ناي ابيض وبعد كده سخلت طاصة وقعدت تقلب فيه لحد ما بدأ لونه يكون دهبي تمام؟ وعندي طبعا عصر ابيض التحليق ومعلقتين من السكر دلوقتي هبدأ ان انا نظف الافوجادو زي ما انت شايفه وهقشرك لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك للفيديو واتفعلي زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد كمان حابة اقولك ان لو سمرت الافوجادو نشفة زيادة عن اللزوم يعني قومها او ملمسها من برا صالب زيادة عن اللزوم ما تحوليش ان انت تعمليها سموزي لان فعلا هتلاقيها طعمها مر لان هي فعلا ما اكتملش النضو هننزل دلوقتي باللبن اللي عندي وبعد كده هنزل بالعصر على حسب ما انت تحبي وبترجع كمية العصر على حسب انت بتحبي ايه او اولادك بيحبوا ايه وبعد كده هنزل بالافوجادو وهضرب بالخلوق بعد كده هنزل بالسكر اللي عندي اخر حاجة هنزلها السوداني او المكسرات اللي تحبيها تاخد ضربة بسيطة وبعد كده بالفة هنا وبكده خلصت وصفتنا النهاردة حابة اقولك اخر معلومة لو جبتي افوجادو وطلع صلب في الحالة دي انت طبعا مش هترميه هقولك ازاي ان هو يستوي والحاجة هتعمليها انك مش هتخسلي الافوجادو او تعرضيه للمية تاني حاجة هتلفه في ستريتش بتاع المطبخ وتحطيه على اول رف في التلاجة الافوجادو بيكون فاسد في الحرارة يعني لو سبتيه برا على اساس ان هو هيستوي بالعكس ده كده هيبوز وبكده خلصت وصفتنا النهاردة بالفة هنا اشتركوا في القناة